وكذلك في الحكام والولاة فإنه لا بد أن يكون لهم أعداء وقد قال صاحب اللامية إن الناس جميعا أعداء للحاكم إذا عدل إذا عدل فهم أعداء له لأنهم يحسدونه على ما هو فيه فكيف إذا شار وإذا كانوا كذلك فإن كثيرا من الناس لا يقبلوا منهم صرفا ولا عدلا ولا يقر لهم بمحمدة أي كانت فإذا قرأتم بعض كتب التاريخ التي تتحدث عن دولة بني المية وجدتم أشياء عجيبة وتظنون أن هؤلاء القوم من أعداء الله ورسوله وأنهم لم يبقى منكر إلا أتوا عليه ولا تجدون لهم في مقابل ذلك ذكرا حميدا وهذا المنهج سلكه المؤرخون في دولة بني العباس لأنهم كانوا خصوما لهم أعداء ورحم الله الشيخ البدوي فإنه اتبعهم على ذلك لأنه قال فلست إلا مشاهير الكتب أخذوا فليزكها وليسهب فإنه قال نالوا بخدع زهرة الحياة وما لهم خردلة في الآتي فهذا إنما هو بناء على ما نقله عنهم المؤرخون في زمان دولة بني العباس وإلا فهم دولة إسلامية وقد كان فيها الخلفاء الذين فتحوا الفتوح وبنوا دولة الإسلام ونصروا هذا الدين وأقاموا الحدود ولم يعطلوا قط حدا من حدود الله ولم يتوقفوا عن الجهاد في سبيل الله قط وإن كان حصل منهم بعض الظلم والجفاء والتغيير لبعض الأحكام لكن ذلك يوزن في ميزان القسط عند الله يوم القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المهلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أو أنفسهم في جهنم خالدون وتجدون في مقابل هذا المنهج ما أخذ به القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله فإنه في كتابه العواصم من القواصم أراد أن يلتمس لهم العذر في كل أخطائهم وأباء أن يقر بأي خطأ نسب إلى أحد من بني يومية وهذا الذي قاله غير صحيحا أيضا وليس منهج الصواب ولا العدل في هذا الباب فهم كما ذكرنا لهم أعمال جليلة ولهم أعمال أخرى في مقابلها وتوزن تلك الأعمال عند الله يوم القيامة وكذلك بن العباس بعدهم وإذا قرأ أي أحد منكم كتب التاريخ يجد فيها الغرائب العجائب وهكذا في دولة بني عثمان وبالأخص في الثقافة التي أدركنا سائدة لدى عالمنا فإن الثورات التحررية التي قامت في البلاد الإسلامية بعد الاستعمار تأثرت بدعاية الاستعمار فإن المستعمرين الغربيين لم يستطيعوا احتلال الدول الإسلامية وتوزيعها إلا بعد تشويه الخلافة العثمانية تشويها شديدا فبدأوا أولا من ترسيخ الدعوة العرقية القومية فرأوا أن العرب لا ينبغي أن يخضعوا للأتراك ولا أن يكونوا معهم من أهل دولة واحدة حتى حصل الانفصال الحقيقي بين العرب والترك ثم بعد ذلك بدأوا يصبون الدولة العثمانية ويذمونها ويرسقون بها أنواع التهم حتى تربى الناس على ذلك في العالم العربي على الأقل واستهر ذلك في ثقافة أهل اليوم والواقع أن سلاطين بن عثمان كانوا كمن سبقهم أيضا يقمون الحدود ويجاهدون الأعداء ويفعلون أفعالا أخرى وكل ذلك يوزن في ميزان القسط عند الله يوم القيامة ثم بعد ذلك أيضا الحكام المعاصرون في الدول الإسلامية التي قامت فإنه من المعلوم أن مجرد كرسي الحكم ليس عيبا ولا وصمة بذاته قد يجلس عليه الصالح وقد يجلس عليه الطالح وكل يعمل على شاكلته وهم درجات عند الله فمن عمل صالحا فيما نرى فلابد من العدل في ذلك وأن يذكر له صوابه ولو أخطأ أخطاء أخرى فادحة في مقابل ذلك تذكر أخطائه أيضا في مقابل صوابه ويعدل إليه في ذلك ولا يمكن أن يحملنا ما نرى من خطائهم على إنكار ما لديهم من الصواب وبلا خص إذا أراد الإنسان العدل فإنه لو قارن نفسه بهم سيهد لنفسه أخطاء كبرى وما منها أحد الله وله ذنوب يبرأ إلى الله منها ويتوب وهذه الذنوب لا يدري مصيره معها يوم القيامة وأل سترجح بحسناته في الميزان أم لا فلذلك لا بد أن يكون عدلا في مخاطبته للآخرين وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمده الزهد عن يحي بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكسروا الكلام في غير ذكر الله فتقسوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء وأحمدوا الله على العافية ومن أهم الأمور التي ينبه عليها في العدل في هذا المجال أن كثيرا من الناس يوالون الحكام فيريدون تبرير كل أخطائهم والتماس العذر لهم في كل ما يقعون فيه ويبالغون في ذلك حتى يصلوا إلى ما وصل إليه الباطنية من الشيعة الذين بحثوا هل الحاكم مكلف أم لا ورأوا أنه يرتفع عنه قلم التكليف بمجرد توليه للعرش وهذا خطأ فادح منافل للشرائع كلها والحكام أخطاؤهم كبيرة كما قال زياد نوابه ألا وإن كذبة الأمير على المنبر بلقاء بلقاء مشهورة يتناقلها الناس فهي مثل الفرس الأبلق ومن هنا فلا يمكن أن تكون أخطاؤهم مكتومة ويلتمس له العذر دائما بل يصدق فيهم المثل المشهور ما يوم حليمة بسر فمن عمل عملا أظهره وأشهره وأعلنه بالإعلام لا يمكن أن يلتمس له به العذر حينئذ بل لابد أن يبين فيه خطأه وأن يردى عليه في أي وظيفة كان ولأي منصب شغل والذين يوالون كثيرا ما يصلون إلى حد لي النصوص ويخراجها عن دلالاتها ويصلون بذلك نعوذ بالله إلى مضامن التهمة فإن من حمل نصوص الشرع على غير محاملها فقد حاد الله سبحانه وتعالى حين قال عليه بغير علم وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإذم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقف ما لسلك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ونظرة أهل اليوم إلى الناس أنهم طرفان فقط لا واسطة بينهما إما موالات وإما معارضة فالموالات مهمتها التبرير والتسويغ لكل ما يعمله الحاكم والإشادة به والفخر به ونسبة ما لم يفعل إليه وقد قال بعضهم إن بعض الموالين إذا ولدت غزالة في الصحراء قال ولدت بأمر الحاكم وينصبون إليهم كل شيء لم يفعلوه ولم يقولوه كما قال الفرزد يقولون ما لا يفعلون مذمة من الله مذموم بها الشعراء وما لاك فيهم وحده بل زيادة يقولون ما لا يفعل الأمراء والطرف الثاني هو المعارضة التي لا تريد أن تقبل صوابا أي أن كان وتريد أن يكون هذا الحاكم بأصله خطأ خلقته خطأ وكل تصرفاته خطأ وهذا هو الجور بعينه لأنه اقتضى لسيان ما هو فيه واقتضى من الإنسان كذلك الكذب والتقول ولا خير فيما أدى إلى الكذب والتقول فلابد إذن من إحداث طائفة ثالثة وهذه الطائفة الثالثة هي أهل العدل الطائفة الثالثة هم أهل العدل الذين يقرون بالصواب ولا ينكرونه وينكرون الخطأ ولا يسوّغونه وهذه الطائفة هي التي تأخذ بالعدل في القول الذي أمر الله به وإذا قلتم فاعدلوا ولو أدى ذلك إلى غضب بعض الناس أو رضاء آخرين فإنها لا تبالي حينئذ فالحق مر ولا يمكن أن يتقبل لأول وهلة ولابد لكل صاحب حق من أن يجد من ينكر عليه ما هو فيه كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي رجل قط بمذل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا فلذلك العدل مقتض للإقرار بالحق وأن نعلم أنه بالإمكان أبدع مما كان هذا